وانا ينفع كنت اجا اصور معاكي وانا مع شمس لا سلمي كده ايه عمل حاجة ولا ايه لو سلمت كده استفرغ الحريم كلها ريحتة وحشة حتى امو العيال امي اكسم باللمي امي لازم انا امي انا 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 اسف ان سايدنا المشاهدين يعني لو بتكلم بسرعة امي ما بيجي نام يعني انا نام عسي كده سوري هي لازم ان تحط رجل عليها كده اه امي احنا بننام كده بقى امي طايق حتى نية حط رجل اقيت انت فيك حاجة ايه ابن كذا 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 انا مش عارف حاجة راحت ضرباني قلمين وجابت حد كده بتعربنا وروحت رايح المغرب فكرت العمل على 18 مرة اسافر وروح اسافر وروح اسافر خدوا منك كم في فك الأعمال دي ولا جنيه والله العظيم اعلق طلب بالتلاتة ما دفعت جنيه سي عم الحرس والله اقرأ تحصينات عملت ايه ما بص الراجل ده ما الراجل ده بتعربني عمل ايه بعد كده بقى ايه بتحضوا مراتي وسلم على سالي وسلم على ديت وسلم ما كانش ينفع مش بوك تكون حالة نفسية وزنب ام العيال اشمعنا مراتك غالي عليك اشمع اهوزو حاجة اشمعنا اشمعنا لما كنت مع شمس سيبك مقامل ده انا اعتبر انا ظلم الست ديت انا ليه دفعت مئة الف جنيه لمحامي عشان اطلعها براقه يبقى عايز احبسها ازاي جدعان لقى عايز احبسها ازاي بقى وبعدين رحنا لحد راجل فاهم في القانون قالها ايه الضار بتقولي ان انت خطفت البنت طب هات البنت تحضنك قدامنا وتقول يا ماما وهتاخدي براق ما عملتش ده وهربت طب هربت ليه ايه السبب انلي هي تهرب تيجي كلامك بصراحة بقى اه امو العيال تستهل منك كل ده يا سعد بنا بقى ببو يسرج لها وهي عارفة كده ام منا تعمل فيها كده ممو منا عملت ايه بقى لما رحت كده ايه راعي جات معا مرتين ام لما بعمل له عمل بتستفرق حاجات ام هي شافت بقيت بوس فيها وفي رجلية لان راجل قال انت كدت مس يعنا حاجة في معدتك انا مش هنفع اقول لك اقول لك بعد كدت شارب حاجة مش مش كويسة بتاعت شمس انا مش مصدقة انا عارفة موضوع ده كان نفسي انا مصدقش نفسي انا كافية عم ام اقول لك اعرفة لو نفسي عارفة لو نفسي كان برضو شمس رحيت اوحش انا ما شفتش بقول لك ايه شمس كدت بالنسبالي انا ما شميتش بقول لك ايه حرية من الجنة ملكة ملكة انا انا ظلمها شمس لو انا ظلمك لازم ان ترفع على قضية لما بعد اقولك المتين دول انت خدت 4 مليون جنيه ولا لا لو ما خدتش 4 مليون جنيه اطلعي شمس انا ما عايزة تطلعي في البرنامج وتردي انا على راسي وتطلعي وتردي انا ما ليش دعوة ايه واستاذة سالي بتقولك ايش دعوة يا خوي اه لا خالص انت انا قبل ما نتكلم قلتلك اهتكلم معك بكل صراحة اعتبر انا ظلم الست دي احترما فيك شمس انا بقولك اه قدام العالم كله انت استغلتيني انت عملتيني العمل انت ما كنتش خلاني اشوف شغلي انت خلتيني انسى امي انا كنت لازمة كل ام اشوفها كنت بشوف ام دلوقات 4 ايام 5 ايام ام اللي اكتشف اتخلى بالك الا الام يا زعي